ترجمة نانسي قنقر في القطاعين العام والخاص وقد أعربت وزيرة شؤون الشباب باسمها ونيابة عن أعضاء اللجنة عن شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على ثقة سموه مؤكدة أن اللجنة ستعمل جاهدة من أجل ترجمة أفكار سموه على أرض الواقع لتمكين الشباب في مختلف القطاعات العامة والخاصة والسعي نحو تحقيق الأهداف النبيلة للجنة وخلال الاجتماع تمت مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال والاطلاع على قرار تشكيل اللجنة إضافة إلى مناقشة مشروع مساري واستحداث جائزة للجنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة